مجلس قضاء يقف في المسافة الصفر من الجرائم التي تعصف بالعاصمة السياسية المؤقتة لليمن اجتمع هذا المجلس في عدن بعد أشهر من التعطير القصري إثر تعرض مقره أواخر يناير الماضي للتخريب من قبل عصابات انفصالية مسلحة تشغل مكانا أثيرا في اهتمام التحالف الذي جاء لدعم الدولة اليمنية وفيما كان مجلس القضاء ينشغل بإقرار تسوية درجات أعضاء السلطة القضائية كانت شخصية عدنية مهمة تتعرض لمحاولة قتل وأخرى تتعرض للاختطاف على رؤوس الأشهاد من أبناء المدينة لم تتوقف فرق القتل والاختطاف عن العمل في مدينة عدن حصادت معظم خطباء وأئمة مساجد المدينة قتلتهم أو اعتقلتهم في عملية متواصلة وصفت بأنها تجريف شامل لروح المدينة والتعددية التي ميزت عدن في عهدها القديم والحديث آخر هؤلاء الضحايا إمام مسجد الرويشان بالمنصورة الذي يعيش وضعا صحيا حرجا في مستشفى البريه إثر إصابته برصاص من سلاح كاتم للصوت أطلقها عليه مجهولون في حي المنصورة وبالتزامن نفذت عصابة مسلحة تستقل سيارة بدون أرقام عملية اختطاف قصرية بحق الشيخ نظال باح ويرث عض شور الإصلاح وإمام وخطيب جامع الدهيبي بمدينة كريتر قبيل توجهه إلى المسجد ليأم الناس في صلاة العصر يحقق مخطط القتل الذي يستهدف كل صاحب رأي وموقف وتأثير في العاصمة السياسية المؤقتة للبلاد الجزء الأسوأ من مهمة تجريف الدولة الوطنية وقيم التعايش والشراك التي تقوم عليها في مقابل إحلال سلطة غاشمة تتبنى العنف ومحمولة على الدعاءات مكافحة ما يسمى بالإرهاب التشكيلات المسلحة في هذه المدينة مطلقة السراحة فلا تتبع سلطة شرعية ولا تحفظ دم المواطن وكرامته فكأن مهمتها هو مواصلة التعامل مع اليمنيين عبر أسلوب الصدمة الذي يؤدي في نهاية المطافة إلى فرض أسوأ الخيارات عليهم